هذه المحاضرة الأولى هي بعنوان بل الله فاعبد وهو جزء من آية من صورة الزمر وجاءت هذه الآية بعد آيات كثيرة وآيات عظيمة يدعو فيها ربنا سبحانه وتعالى عباده إلى أن يتوب إليه وإلى أن يرجع إليه وإلى أن يستغفروا من ذنوبهم ويخوفهم الله سبحانه وتعالى باليوم الآخر وما بعدها من الآيات تكلم عن مصير من آمن بالله وعن مصير من أعرض عن ذكر الله عز وجل وكان في منتصف هذه الآيات الأمر بعبادة الله عز وجل وعدم الإشراك به سبحانه وتعالى قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب وأنتم لا تشعرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة ثم لا تنصرون إلى أن قال الله سبحانه وتعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين فهذه الآيات جاءت في محاججة المشركين الذين يصرفون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى يقول لهم الله سبحانه وتعالى وملقنا النبي صلى الله عليه وسلم الحجة قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون وذلك لأن العبادة هي حق الله سبحانه وتعالى ولأن الله سبحانه وتعالى ما خلق الناس والخلق إلا لعبادته كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وكما قال الله عز وجل يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم نعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلماذا نعبد الله قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة يا أيها الناس أعبدوا ربكم طيب السؤال لماذا نعبد الله الذي خلقكم لأن الله خلقنا والذين من قبلكم أي من البشر لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء وهذا معنى قول المسلم والمسلمة لا إله إلا الله معناها أي لا يستحق العبادة أحد مع الله عز وجل ولذلك الآية فيها بل الله فاعبد وهنا تقديم وتأخير في الآية بل فاعبد الله لأن الفعل في اللغة لا بد أن يتقدم في الجملة الفعلية فأخر الله سبحانه وتعالى الفعل ليدل على أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق وهو المختص وأنه لا يجوز صرف العبادة لغيره تبارك وتعالى لما اتصف به من صفات الكمال ولما له من نعوت الجلال ولأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تفرد بالخلق وبالملك وبالتدبير كما قال الله عز وجل آمرا النبي صلى الله عليه وسلم أي حاجج المشركين قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع أي منه منه مع الله يملك هذه الأمور قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ربنا قال فسيقولون الله أي سيقول هؤلاء المشركون الله هو الفاعل لجميع هذه الأشياء قل أفلا تتقون ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أنزل الكتب وخلق الناس وأرسل الرسل من أجل غاية عظيمة وهي عبادته وحده لا شريك له كما قال الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعال الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم تفضل هنا يا أخونا لو دارت تعال قدام أي أن الإنسان الذي خلق في هذه الدنيا ويريد أن يعرف الغاية التي من أجله خلقه الله عز وجل إنما عليه أن يقرأ هذه الآيات قال الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أي لا تؤمرون ولا تنهون أي لا تنزل لكم شرائع ولذلك أخوانا الذي يقول أنه مخلوق في الدنيا فقط من أجل أن يأكل ويشرب ويتكاثر إلى آخر هذا ينسب إلى الله عز وجل عدم الحكمة لشان كده ربنا قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا والعبث هو في فعل المخلوق ليس في فعل الخالق يعني يسام مثلا ابن لو عمارة كبيرة ويزيينة ويزخرفة وما يسكن فيها ولا يأجر هذا سيقال له أنت ليس لك عقل أو أنت إنسان سفيه لماذا؟ لأن الإنسان لا يمكن أن يفعل شيء من غير هدف وغاية فإذا كان هذا في حق المخلوق فكيف في حق الخالق أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أي أنكم لا تجازون على أعمالكم التي عملتموها في الدنيا إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ربنا قال فتعالى الله تنزه الملك الحق الخالق الحكيم أن يخلق الخلق سدًا وهملًا كما قال الناظم بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه ولذلك جاءت دعوة الرسل دعوة الرسل دعوة الرسل جاءت في القرآن الكريم كلهم يأمرون العباد أول ما يأمروهم بتوحيد الله وبإفراد الله بالعباد ربنا سبحانه وتعالى قال وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره هذا هو معنى كلمة لا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله تتكون من ركنين الركن الأول وهو النفي لا إله لأن لا من أدوات النفي ونفت الآلهة أي المعبودات لأن الإله هو المعبود لا إله أي لا مستحق للعبادة ثم استثنت إلا الله وهذا من أقوى أساليب الحصر أسلوب النفي والاستثناء لا أدات نفي وإلا أدات استثناء فقال الله سبحانه وتعالى وجاء في كلمة التوحيد لا إله أي لا مستحق للعبادة إلا الله طيب ليه قلنا لا مستحق للعبادة لأن في معبودات وفي آلهة عبدت بالباطل ربنا سبحانه وتعالى قال لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إذن في موجود آلهة وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض فالآلهة موجودة عبد بعض الأنبياء من دون الله بالباطل وعبدت الملائكة من دون الله بالباطل وعبد الصحابة من دون الله بالباطل وعبد الصالحون من دون الله بالباطل وعُبِدَت مخلوقات كثيرة من دون الله وكلُّ هذه العبادة بالباطل ليه بالباطل لما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه والحديث في الصحيحين وجاء أيضاً من رواية أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديف على الرحل أو على حمار يقال لو عفير قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعدي قال ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل فقلت لبيك رسول الله وسعدي قال ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعدي قال أَوَ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئاً قال ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعدي قال هل تدري ما حق العباد على الله قال قلت الله ورسول أعلم قال حق العباد على الله ألا يعذب من لا يُشرك به شيئاً ولذلك كثير من آيات القرآن جاء فيها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وبالنهي عن عبادة غيره وتسوية غيره معه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود الذي في البخاري قال أي الذنب أعظم ما هو أعظم ذنب أخطر الظنوب شنوه النبي عليه الصلاة والسلام سئل قال أن تجعل لله نداً وهو خلق يعني تسول الله نظير وشبيه ومثيل طيب هذه العبادة ربنا سبحانه وتعالى لا يقبلها إلا بشرطين الشرط الأول أن تكون خالصة لله لا يُشرك فيها مع الله أحد الشرط الثاني أن تكون على شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمتى ما افتقد أحد الشرطين صارت هذه العبادة مردودة على صاحبها كما قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً هذا هو الشرط الأول قالوا ولا يُشرك بعبادة ربه أحداً قال الحسن البصري أو قال الفضيل أحدهما قال إن الله لا يقبل من العمل إلا من كان خالصاً صواباً قالوا وما صواباً قال إن العمل إذا كان لله ولم يكن على شرع رسول الله لم يكن مقبولاً وإذا كان على شرع رسول الله ولم يكن خالصاً لله لم يكن مقبولاً لابد فيه من الشرطين الخالص والصواب وبذلك يكون الإنسان عابداً لله طيب ربنا قال بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ربنا سبحانه وتعالى إذا الإنسان تأمل في كثير من آيات القرآن يُبين لعباده لماذا أنه مستحق للعبادة مثلاً يقول الله عز وجل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خير أم ما يشركون الأيات في صورة النمل ربنا سبحانه وتعالى ذكر إرسال لكثير من الأنبياء ومجابها الأنبياء لهذه الدعوة دعوة التوحيد بالتكذيب وبقتل الرسل وبالشمات في هؤلاء الرسل ربنا سبحانه وتعالى بعد أن قص قصص هؤلاء الأنبياء وما نصر به الرسل وما كبت به هؤلاء الأعداء ربنا عز وجل قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خير أم ما يشركون أم من خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماءا فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإلهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أم من خلق السماوات والأرض أم من ينجيكم من ظلمات البر والبح ويرسلوا الرياح إلى آخر الآيات أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يمتن على عباده بأن ربنا سبحانه وتعالى يملك لهم الخير ويملك لهم كشف الضر ويملك لهم النفع فكيف يشركون بالله لذلك نحن نقول المشكلة يا أخواننا وهذه هي مشكلة الأنبياء مع الناس إنهم يعبدوا الله براه يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى براه لأن هذا حق الله ده ما فيوش بزعيل ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يخاطب عيسى بن مريم وقد عبد النصارى عيسى بن مريم أدحى الكثير من الناس مثلا إنسان بيدعو له في صالح تقول له بتدعو الصالح ده ليه يقول له أنه نحن عندنا ذنوب ومعاصي وهؤلاء الصالحون قريبون من الله ونحن نطلب منهم أن يقربون إلى الله عز وجل ونحن نعلم أنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا وأنهم لا يملكون لنا رشدا ولا غيا وإنما نعبدهم حتى يقربون إلى الله دي أخواننا حجة المشركين ربنا قال في صورة الزمر والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا ربنا قال إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار كاذب لأن الله لا يحتاج إلى واسطة ربنا ما دائر واسطة الإنسان مهما جاء إلى الله بذنوب وبمعاصي وبكبائر دون الإشراك بالله عز وجل وتاب إلى الله فإن الله لا يحتاج إلى واسطة ولذلك الصحابة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه المناجأ تكون والمناداء تكون للبعيد قالوا لو أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فنزل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فما يريد الله عز وجل من العباد أن يجعلوا بينه وبينهم وصائر طيب ليه الإنسان بخطوة واسطة بيقولوا الله يا أخي الناس ذيل بيقربوني لأ الله طيب ليه يقربوك لأ الله هل الله ما بيسمعك هل الله ما بيعلم حالك ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في القرآن حكى قصص للأنبياء من لدن نوح عليه السلام من لدن أبونا آدم لما أكل من الشجرة ربنا قال قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الأنبياء بيدعو الله ما بيعملوا لهم وصائر نوح عليه السلام ربنا قال ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون وكذلك غير من الأنبياء ربنا قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا قال فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ربنا قال وذنوني إذ ذهب مغاضبا أي مغاضبا لقومه فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا قال فاستجبنا له نادى في ظلمة الليل وفي ظلمة البحر وفي ظلمة بطن الحوت نادى في ثلاث ظلمات فسمع الله قوله حتى ذكر المفسرون آثارا أن الملائكة قالوا يا رب إن هناك صوتا ضعيفا يرفع له من كل يوم عمل صالح الصد صوت منه فقال الله عز وجل هذا صوت عبدي يونس فدعا ربه سبحانه وتعالى فاستجاب الله له ربنا سبحانه وتعالى قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ربنا قال وزكريا إذ نادى ربه أني رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين يا الله ما تخليني بناي دائر ولد فدعا الله سبحانه وتعالى قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربنا قال فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ربنا قال ما إنهم كانوا يجعلون وصائط إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ولذلك العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كانت خالية من الشرك بالله سبحانه وتعالى إذا ما كان فيها مخلوق يعبد ويدعى مع الله وتصرف له العبادات مع الله سبحانه وتعالى كما هو موجود اليوم مشكلة المشركين من القديم والحديث إنهم جعلوا بينهم وبين الله وصائد ربنا سبحانه وتعالى ذكر في صورة نوح سبب كفر ووقوع قوم نوح في الشرك وذكر ذلك الإمام بن جرير والبخالي وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عنود وسواع ويغوث ويعوق ونسر قال هذه خمسة أسماء لرجال صالحين أصلوا يا أخواننا ما في زول بيقع في الشرك بيفنان ولا بيلعب كورة ولا بيزو السفيه ما بنادي السفيه ده من دون الله لكن الظاهر الصلاح والبيدعي الصلاح هو الذي يعتقد فيه الناس ويغلو فيه الناس فيعبدونه من دون الله قال هؤلاء أسماء خمسة رجال صالحين كانوا في قوم نوح فلما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون صوراً وتماثيل حتى يتذكر الناس بها عبادتهم ده المحل بتعود وده المحل بتع سواع ويغوث إلى آخر لما نجي نشوفه ده والله ده زول بتع صيام وده بتع زكا وده كان بيأمرنا بالمعروف وده كان بيحثنا على قيام الليل وهكذا لما نشوفهم نقول مني تذكرهم فلم يعبدوا لأنه الشيطان بيشتغل زي ما بيقولوا الآن بالتخطيط الاستراتيجي ما داير من الناس طوال يكفروا بالله أصل الشيطان ما بقول لي زول أرح أرح لي جهنم ما حصل قال للناس كده قال فلما تنسخ العلم ومات هؤلاء جاء الشيطان إلى ذرياتهم وقال إن آباءكم كانوا إذا أجدبوا استغاثوا ودعوا هؤلاء فأغاثوهم وده أخواننا حاصل الليلة في العالم كثير في العالم الإسلامي وعندنا في السودان الزول بيرفع صالح أو غير صالح فوق ما كانتم ويغلو فيه ويعبده من دون الله يقول لك يعبدوا كيف ما ما قاعد يصلي عليه ولا قاعد يزكي له بيصلي لي الله وبيزكي لي الله العبادة ليست هي فقط أركان الإسلام الخمسة الدعاء عبادة التوكل عبادة الاعتقادات الكثيرة عبادة مثلاً عندنا الآن في الإزعاد النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني أي لا تبالغوا أو لا تكذبوا علي أو لا تنسبوا إلي ما ليس لي لا تطروني كما أطرط النصارى عيسى بن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله النصارى قالوا عيسى دا صالح وعيسى ربنا سبحانه وتعالى خلق من أم غير أب معنى عيسى دا قالوا ما ذا بالطريقة دي معنى هو ولد الله تعالى الله عن ما يقولون علواً كبيراً السبب الوقع في الكلام دا الغلو شاكد ربنا قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيل لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله وفي النهاية عبد لله ولذلك الليلة بنلقى زي ما غل النصارى في عيسى بنلقى الليلة من المسلمين من يغلو في النبي عليه الصلاة والسلام مثلاً يقول لك في المديح وطبعاً المديح الموجود الليلة فيه إشكال التين الإشكالية الأولى الغلو والمخالفات العقدية المشكلة الثانية أنه مصعوب بالموسيقى يقول لك سلام عليك أحمد يا حبيبي كويس سلام عليك يا مسكي وطيبي سلام عليك يا كاشف الكروبي سلام عليك يا غافر الذنوب الاثنين دل ما حقت النبي عليه الصلاة والسلام دل حقت الله ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه وربنا قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا منه إلا هو هو دمنه ده الله وربنا سبحانه وتعالى قال قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله أي كافين الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وما اغفرة الذنوب ربنا قال ومن يغفر الذنوب إلا الله أي لا يغفر الذنوب إلا الله ولذلك الغلو كثير مثلا في قصيدة مشهورة جدا اسم البوردة لواحد اسمه البوصيري بتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال في أبياد بتاع الشعر قال يا أكرم الخلقي ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميمي قال يعني يا رسول الله لما انتجي المصيبة أنا ما عندي زول أو ما عندي أحد أتوجه له إلا أنت وده أخواننا فات فات شرك المشركين المشركين كان بيدعو الله وبيدعو معاه الناس بتاعنهم ناس ود وسواع أو ناس اللات وهبل كان بيدعو الله وبيدعو ديل لكن ده قال أنا ما عندي إلا أنت الله زاته ما عندي قال ما لي من ألوذ به وده أخواننا من أقوى أسباب الحصر ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميمي إن لم تكن آخذاً يوم المعاد يدي يعني يوم القيامة يا رسول الله لو ما انت شلت بيدي إن لم تكن آخذاً يوم المعاد يدي وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها قال له يا رسول الله من جودك الحياة الدنيا والآخرة ديل كل إن حقاتك ومن علومك علم اللوح والقلم يعني ابتعلم ما في اللوح المحفوظ الكلام ده صح ولا غلط يخضغ كلام غلط دي كل حاجات الله ولذلك الغلو وهو مجاوزة الحد الشرعي الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا قال يا أيها النبي إن أرسلناك شاهداً ده حقه عليه الصلاة والسلام ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى لما أخذ العهد على موسى عليه السلام قال وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِي الدُّنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْهِ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءَ ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمنه للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون هذا هو حق النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس من حقه ولا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتجاوز به إلى أن يدعى مع الله سبحانه وتعالى شكد النبي عليه الصلاة والسلام قفل أي طريق يوقع الناس في الشرك دعا النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد ورأى زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن علي بن أبي طالب رأى رجلا يأتي إلى فرجة كانت في قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو الله وما كان بيدعو الرسول صلى الله عليه وسلم لكن كان بيدعو الله في الفرجة فقال له ألا أحدثك حديثًا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيث كنتم فإن تسليمكم يبلغني أو وإن الله وكل ملكًا يبلغني السلام ولذلك المشكلة إنه في الشرك والآن بيقى لأن إحنا الآن عندنا في السودان بيقى في الإيذعات وفي الجامعات وبيقى يدرس في مناهج التعليم وغيره يعلم البني آدم كيف يكفر بالله يقول لك الزول ده صالح مادام صالح نمشي نتبرق به ونسف التراب حقه لأنه بيداوي الليلة هنا زول يخش طالب يقرى للمهنة بتاعة التطبيب أو الطب سنوات عديدة ويقرى ويتهد ويدفع رسوم ويساهر ويثابر ويمتحد يجي واحد شغلت فكه في السودان هنا شغلت فكه يقول لك ده ولي الله ولي الله معناها لو كتب لزول حاجة حجاب خلاص بيبقى كويس أو لو سقاه محايا أو لو علق له ورقة ده كل أخواننا موجود وصار الأهل الباطل وأهل الضلال يؤصلون لهذا الباطل في القنوات والإذعاد والعبادة العبادة دي أصبح الشرك البناقضة موجودة الآن الآن ده كتاب اسمه طبقات والضيف الله الكتاب ده طبعته دار جامعة الخرطوم للطباعة والنشر بيبيعوه هناك جمع الداخلية بتاعت الطلاب بغادي الطبعة بتاعته لون أبيض دي طبعة تانية بتاعت الدارة السودانية للكتب شوفوا الكلام ده كيف هل هؤلاء يعبدون الله وربنا سبحانه وتعالى قال لأفضل البشر وهو النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه الآيات ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت جنو ليحبطن ليحبطن معنى جنو معنى ليبطلن ولا يفسدن عملك وأي عمل هو هو عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يمكن أن يصل إليه عمل أحد من الناس طيب هنا صفحة مية وستاشر تقريبا هنا بيتكلم يخونا الكلام الموجود ده ده الآن كثير من الناس بيعتقدوه طيب طيب صفحة مية وستاشر ده بيقروا للطلبة في كلية الاغتصاط هنا في نفس الجامعة بتاعاتكم دي قال بيتكلم عن درجات الأولياء طبعا درجات الأولياء تختلف باختلاف إيمان الناس وأعمالهم الصالحة ولذلك درجات الأولياء لا يحصيها إلا الله زول بيصلي وزول ما بيصلي واحد زول بيقيم الليل زول ما بقييم الليل واحد زول بيصوم اتنين وخميس وزول ما بيصوم واحد ولذلك درجات الأولياء تختلف الاثنين بيصوم واحد وبصلي واحد وبزكوا واحد وإي حاجة لكن إخلاصهم ما واحد حتكون درجاتهم واحدة ديل قالوا قالوا الدرجات الأولياء على ثلاث أقسام كبرى ووسطى وصغرى قال فالصغرى الكتاب ده كتاب طبقات والضيفالة قال بخصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في السودان وقالوا الإنسان لو قرأ كتبنا دي واعتقد بخش الجنة وأصلا ما فزول بيألف كتاب إلا دائر الناس يقروا طيب نشوف فيه شنو قال فالصغرى أن يطيروا في الهواء دلول البرلوم قالوا ويمشوا على وجه الماء قالوا الوسطى قالوا الوسطى أن يعطيه الله الدرجة الكونية إذا قال للشيء كن فيكون دي ألبي يقول لشيء كن فيكون منه ربنا سبحانه وتعالى قال إنما أمره إذا أراد شيئا شنو أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده أي تنزيها أن يكون لله شريك وهو وحده الذي يقول للشيء كن فيكون قال أن يعطيه الله الدرجة الكونية إذا قال للشيء كن فيكون قال وهذا مقام دفع الله ولد الله ده خطير خلاص قال بس ولد بس بيقول للشيء كن فيكون قال والدرجة الكبرى وهي درجة القطبانية كويس؟ ودي أظن حقته طيب ده واحد واحد تاني قال الفصل التاني ده بتكلم عن ولي مشهور جدا في السودان اسمه حسن واتحسونة قال الفصل التاني فصل كامل قال في إحيائه الموتى وإبرائه ذوي العهد قال أحيا بنت الريس في الخشاب دي من الأحيام يعني قال وأمها اسم أم قيمة جات ليه قالت طبعا مكتوب بالدرج الكتاب ده قالت يا سيدي بنت ماتت أبوها مالو ما الحرام كفنا لي فمشى إليها فشافى قال لا بنتك طيب ما ماتت قومي فتمالت روحها وقامت دي قال أحياء من دون الله وربنا سبحانه وتعالى قال ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من القرون أنهم شنوا إليهم لا يرجعون وربنا سبحانه وتعالى قال وحرام على قرية أهلكناها أنهم شنوا أنهم لا يرجعون الكلام دي أخوانا موجودة الآن ويعتبر منهج هو منهج التصوف ويعتبر إنه بدخل الناس للجنة ولازم الإنسان يعرف معرفة الشر معرفة الشر دين كما قال حذيف رضي الله عنه والحديث في الصيحين قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني وبعد ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم جلسة جايب إنه منزل المقاطع بتاعته في اليوتيوب بيقول يا حسين يا حسين بلاد الحسين من دون الله يا حسين يا حسين وبقولت الشاذلي يتكلم مع الله ويعنده كلام كثير جدا ها تجويز دعاء غير الله وإنه الأولياء بينفعوا ويضروا وإنه الأولياء بيمرقوا من القبر وتاني يجو راجعين وكضب كثير موجودة الآن عند الناس زين ولذلك المنهج دا منهج منحرف وفي شبهة الآن الناس بفكوه يقول لك كيف تتكلم عن الصوفية والناس زين هم تدخلوا الإسلام في السودان الإسلام في السودان ما دخل الصوفية الإسلام في السودان دخل على يد عبد الله بن أبي الصرح رضي الله عنه سنة 33 هجرية في زمان عثمان بن عفان ودخلت الصوفية السودان الصوفية دخلت إلى السودان في الجزء الثاني من بعد تزعمية وخمسين هجرية الكلام موجود هنا في هذا الكتاب أول صوفي دخل هو اسمه تاجدين البهاري البغدادي القادر مترجم له في هذا الكتاب صفحة 8 ومزاتهم اعترفوا إنه أول صوفي خشة هو تاجدين البهاري البغدادي ودخل سنة سنة تزعمية وخمسين هجرية ولذلك الشبهة اللي بيقولوها دي دي شبهة باطلة طيب نفترض إنهم دخلوا الإسلام في السودان طيب شوفوا بعض العقائد الآن بجيب أقرأ لكم ودي من شيوخ كبار في ناس يقول لك لا يا أخ دي الناس مساكين القالوا الكلام ده دي الناس صغار يا أخ دي الناس جهلة دي الناس ما عارفين طيب ده كتاب رياضة الجنة ونورة الدجنة للشيخ البرعي إحنا لا بناقولنا على أبو ولا بننبز ولا حاجة بنقول قال كده والله قال كده يا الصح كلامه وكلام الله غلط والغران غلط كلام الرسول كله كضب غلط ولا كلام الله صح والزول ده غلطان لأنه ده الإسلام كده ولا يصح إسلام الإنسان إلا إذا كانت عقيدته واضحة لأنه يوم القيامة ربنا الأعمال دي كل ما بيتقبل من العب إلا إذا جاء ربنا سبحانه وتعالى بعقيدة صحية طيب هنا الصفحة مية وتزعتاشر هنا الصفحة مية وتزعتاشر بتكلم عن ولي اسمه إسماعيل ابن عبد الله الولي قال بيمدح فوقه طيب قال أول بيت قال إن ناب خب يعني مصيبة وداهية كبيرة في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل طيب نحن عندنا في الإسلام إذا جاءتني مصيبة أو عندي حاجة أو دا يرضع الله أعمل أعمل شنو أتوجه لي الله طيب سؤال لو توجهت لي غير الله أنا يكون حكم شنو حكم مشرك وكافر في ناس يعني أنا ما أعرف بيتورع ولا الحاصش دا ما حكم الله كذا ربنا قال في آخر آيتين من صورة المؤمنون ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح شنو الكافرون وربنا قال ومن أضل من من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ربنا سبحانه وتعالى قال فلا تدعو لأفضل الخل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل البشر ربنا قال فلا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين طيب عنده ثاني كلام غريب الصفحة 111 كلم عن الأولياء طبعا الأولياء في الدين أخواننا فيه وربنا سبحانه وتعالى ذكر الأولياء في صورة يونس ربنا قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لكن ذكروا بصفتين الذين آمنوا وكانوا يتقون فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا والأولياء ما عندهم صفة خاصة بهم ولا لبس معين خاص بهم ولا بناء معين خاص بهم ولا طريقة في الدين معينة خاصة به شكد الإمام القرطبي قال الأولياء النوعين أولياء جزمت النصوص بولايتهم زي الصحابة أبو بكر ولي أيوة ولي الدليل شنو أنا في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة إلى آخر وكلاً وعظ الله الحسنة لقد رضي الله عن المؤمنين يذي بايعونك تحت الشجرة إلى آخر الآيات فديل بنقولهم أولياء القرطبي قال ومن بعدهم مما لم ترد فيهم نصوص قال هؤلاء لا نجزموا بولايتهم لأن من جزم بولاية أحد من الناس لابد أن يجزم له بدخول الجنة ولأنه لا يدري ما يختم له هل بالإيمان أو بالكفر قال فلذلك لا يستطيع أن يجزم لأحد من الناس بأنه ولي لله وهذه المسألة ذكرها في الآية 34 من صورة البقرة في تفسيره الجامع لأحكام القرآن طيب هنا بيمدح شيخ أحمد الطيب البشير وإذا لحظت هنا كلها مدايح له شيخ قول لك ديل بيمدحه الرسول وكذا وكله كضي بساكت ما بيمدح في الرسول وإن بيمدح في شيخ قال عن الطيب الغوث المبارك منهجي ودي أول من البداية ذاته شرك غوث ما في أحد بغيث إلا الله سبحانه وتعالى ربنا قال عن حال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر في صورة الأنفال إذ تستغيثون منه ربكم قال عن الطيب الغوث المبارك منهجي ومشورتي في الناس أن يتطيبوه يعني يبقوا سماني يعني قال ليحيوا به بعد الممات ويرتعوه بروضته ذات البهاء ويجتبوه إمام له بالله عز ومفخر ومجد وتأييد وجاه ومنصبه إذا اتصلت كف المريد بكفه على بيعة الرضوان في الحال يجذبوه يعني إذا مجرد المريد يبايع الشيخ طوالي جنوه طوالي بيكون خش في بيعة الرضوان بيعة الرضوان دي حققت منه دي حققت الصحابة فإذا بايعت الشيخ أو بايعت الشيخ طوالي أنت بتنجذب وتبقى جنوه تبقى كمن بايع تحت الشجرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يلي جنار أحد بايع تحت الشجرة فده برضو دار دخل سماني يبتعينه زي ما بيجي من كتبهم بس زول ما بنفترع عليهم لأنه ربنا قال ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إلى أن يقول عن الشيخ قال ألم تر أن الله أيده بما يقوم مقام المعجزات يناسب طيب هل في كرامة بتقوم مقام معجزة أو بمعنى تاني ما صحة العبارة التي تقول ما كان معجزة لنبي صح أن يكون كرامة لولي الكلام ده كيف صح ولا غلط ها صح ولا غلط ده كلام خطأ يا أخوان ده كلام يرفع الأولياء أنبياء مع الأنبياء ليه لأنه القرآن من المعجزات والكرامات معجزات طيب في ذول بيجيبه غرآن تاني طيب ناقت صالح ممكن ذول يجيبه ناقت صالح فلق البحر لموسى عليه السلام في ذول بيجيبه انشقاق القمر للنبي عليه الصلاة والسلام في ذول بيجيبه الإسراء والمعراج في ذول بيجيبه إحياء الموتى في ذول بيجيبه ممكن يجيبه في الكتب وفي الحكايات والله حبوبتي وحجتني إنه حبوبة قالت إنه جيت حبوبة جدها كان في حمامة ماتت والشيخ قال لا قومي كلهم ميتين ما فيزو الله قالوا لكن نقول لهم خلاص ده كله خلوه أسي الآن أحيي لنا الضبانة شأن نبقى كلنا معكم ولذلك الكلام ده باطل قال بما يقوم مقام المعجزات يناسب زي شنو قال كإحيائه ميتا وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورة تقلب ونجبت الكتاب أنقل منه البرعي الكرام وكتب في صورة الشعر ده كتاب اسمها زاهير الرياض لعبد المحمود نور الدائم صفحة ميتين تلاتة وأربعين طيب قال الفصل التاسع الكتاب ده كله في في مدحزو الواحد أحمد الطيب البشير طيب قال في بيان تلامذته الذين انتفعوا منه ببلاد السودان خاصة دون غيرها من البلدان قال ومن كراماته ده اسم يعقوب ابن أحمد الصليحابي الأنصاري ومن كراماته رضي الله عنه ما أخبرني به الفقيه العلامة محمد ولد التهامي الباصطابي وكذلك الرجل الصالح الشيخ محمد الصليحابي ده فين جواده وشنو كده ما أعرف رحمه الله قال كان للشيخ يعقوب رضي الله عنه تلميذ يعقوب ده ذاته العمل الكرامة دي هو تلميذ أحمد الطيب يعني ده إذا كان التلميذ الشيخ بكون كيف بكون خطر جدا طيب قال كان لشيخ تلميذ وله ست بنات فشكى له يوما عدم الولد الذكر ودي أكبر مشكلة وأول مشكلة الإنسان دائر ولد يعمل شنو يسأل الله ربنا قال كافا يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداءا خفية الزول يسأل الله سبحانه وتعالى ويخفي هذا الدعاء إذ نادى ربه نداءا خفية قال ربي إني وهن العظم مني بيقول كبير يا الله واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقية شف اذ ذل لربنا وانكسر لربه تبارك وتعالى هذا الانكسار قال ولم أكن بدعائك رب شقية وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك ولي يريثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيه شكذا سبحان الله ربنا ذكر حال الناس البنوعية دي في صورة الأعراف ربنا قال هو الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا قال العلماء صالحا أي سالما من المعايب والنقايص قال فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما يقول لك دا ولد النديه الآن موجود الكلام دا عندنا في القرى والأرياف إذا زول مثلا لو كم سنة ما ولد ومشى للشيخ وربنا دار يبتليو ها وربنا بعد ذاك رزقوا بولد يقول لك الولد دا ولد النديه كما نديهنا الشيخ دا الولد دا ما كان بيجي والله موجود كثير جدا المهم نبقى مع هذا قال قال فشكى له يوما عدم الولد الذكر وعشان كده المشكلة دا ما بتتحلى تشكل يا مخلوق زيك ما بتتحلى زي ما قال الشاعر الله يغضب إن تركت سؤاله وابني آدم حين يسأل يغضب قال قال فأمره أن أن يحضر عنده بعد صلاة الصبح من يوم الجمعة واحدة من بناته قال لك وننديك ولد والمرأة تحمل وتجي أمراض وكشف دوري وموضوع زي دا قال لده موضوع طويل بعد ذاك الولد والتسنين ويكبر ويخش الروضة والمدرسة انت بعدين دايره يساعدك دا موضوع طويل قال لن احنا عندنا لك نظام تاني قال قال لو تجيب وحدة يوم الجمعة بعد صلاة الصبح قال لو تجيب وحدة تختار انت تكون مناسبة للمسألة بتاعت التيرانس فيردي قال فأحضر من اختارها منهن في الوقت المذكر قال فمر الشيخ يده عليها ودي أول مخالفة كما قالت عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة تحل له قال فمر الشيخ يده عليها تاليا قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب قال فقلبت ذكرا كاملا من حينها ذات ذي كطبة غريبة ذاته قال وقد عاش نحوا من خمس وخمسين عاما وخلف بعده ولدا يدعى ولد ابي ورق وهذه الكرامة مشهورة في بلادي اوضح من نار على علم ولولا وقوفي على صحتها لما سطرتها هنا قالوا امثال ذلك من مناقب العارفين كثير بس مسح كده على البد وترى الآية قال انقلب الطوالي شنو انقلب الطوالي زكر ربنا قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ما ممكن بعدين ليه يعني ليه قالي بولد قالي بولد ليه ده زاته من الإساءة للمرأة العلمانين ما شايفين الصوفية ديلة ولا شنو ده ما من الإساءة للمرأة ما لا يعني ده ما بتطلع أم بتطلع أخد بتطلع خالق بتصلع في المجتمع قال قلب كده وحول لي ولد يا أخواننا ده شنو دي ده اعتقاد خالق خالق مع الله سبحانه وتعالى الكلام ده أبو جهل ما بيعتقده للأسف الشديد أبو لهب ولا أبو جهل ولا عقب ابن أبي معيط ما قالوا هذا الكلام ولا في واحد من المشركين مشى للصنم بتاعه قال لا عليك الله أنا دار ليه بت حصل فيه ما فيه الآن الاعتقادات دي موجودة أسوأ من اعتقادات أبو جهل إلى أن يقول ومن قال هذا قبر أحمد أولا فصاحبه في القبر ليس يعذبه يعني الإنسان لما يجي يموت وبيقى سماني في الطريقة قال لما يجي يحفر قبره أول ضربة كده في الحفر ما يقول ده قبر مثلاً اسمه توفي مثلاً محمد عبداللطيف ما يقول هذا قبر محمد عبداللطيف ولا فلان ibn فلان لما يقول كده يقول هذا قبر أحمد الطيب قال فإن صاحبه في القبر ليس يعذبه ما هيعذبه ليه؟ لأن الملكين هيجي يشوفه ويظن أن هذا قبر أحمد الطيب البشير الآن الكتاب ده هذه الكتب تطبع في دار سك العملة محل بيطبع القروش بتاعتنا لشان كده قروشنا دي كل يوم راجع لي وراء ويطبع في دار الأصباط للأطباع والنشر وتطبع في غير من المحلات وهذه الكتب تنقض الإسلام من أوله إلى آخره ده كتاب بتاع الطريقة الختمية اسمه فيوط البحور المتلاطمة في شرح الراتب المسمى بالأنوار المتراكم طيب صفحة 93 شوف الزول ده بتكلم عن نفسه كيف؟ الكلام ده الآن لما الصوفيات فضحوا جابين واحد اسمه الحبيب علي الجفري عشان يأصل لهم الكلام ده لأنه هنا في السودان أظنهم ما قدروا عليه طيب بتكلم عن ولي اسم العيدروس بيبيعوه في المركز الرئيس هناك في مسجد السيد علي الميرغني غربي الموقف بتاع محطة الوسطى قال مقصوده أهل البيت وذلك لكل من عرف بالعيدروس فمنهم الولي الراسخ القطب الواصل الذي عمّ إمداده وسمى إرشاده عبد الله العيدروس قالوا ومن كراماته أنه قطع رأس بعض تلامذته فأعاده حياً ورجع كما كان ولذلك سمّي بالعيدروس أي معيد الرؤوس قال وكان من كلامه أنا عرشها والله لو فيه زول ما مصدق هذا لي الكتاب كان يقول أنا عرشها والكرسي أنا أنا للسماء بانيها لو للحياء من ربي نار الجحيم أطفيها شوف الكلام ده كيف يا أخواننا الكلام ده الآن بيعلموا لي ناس وناس كتار مبارنهم يقول لك ديل أولياء الله وديل أهل البيت وديل ناس واصلين واصلين لي وين ديل واصلين لي شنو إذا كان دي أهل عقايد هنا هنا يقول لك ألا يا رجال الغيبي أنتم حصوننا فما زال مسبولاً على الناس ستركم أيلحقني ضيم وأنتم حمايتي ده البرعي قال يتكلم عن الأولياء بتعنه قال كيف إنه تجيني مصيبة والأولياء قعدين قال أيلحقني ضيم وأنتم حمايتي وألهث عطشاناً وقد فاض بحركم قال فحاشا وحاشا أن تضيع عيالكم وأنتم عيال الله والأمر أمركم إذا شئتم وإذا شئتم شاء الإله وأنكم تشاءون ما قد شاء لله دركم وطبعاً لما يقول إذا شئتم شاء الإله هذه الجملة في اللغة العربية تسمى جملة شنو جملة شرطية مش ولا يقع جواب الشرط إلا إذا وقع فعل الشرط فقال إذا شئتم العمل فعل الشرط يأتوا فيهم بتاع الأولياء قال إذا شئتم شاء الإله وأنكم تشاءون ما قد شاء لله دركم وربنا سبحانه وتعالى قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وفي الآية الثانية وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذاباً أليماً الكلام ده ده أخوان ينافي العبادة ويحبط الأعمال ولا يكون بذلك العبد عابداً لله أدعى قاية كثيرة أنا بس دائر أذكر منا نمازي شاء الناس تعرف حقيقة هذا المنهج طيب هنا الصفحة مية خمسة وتزعين في الحجبات كثير من الناس وللأسف بعض مرات بيكونوا الطلبة طالب لما انتقرب الامتحانات بيقوم بيشيل القلم بالدولة الفكي عشان يعزم له فوقه طيب لو ربطت الفكي في الكرب عشان يمتح ليك الباصولي ولا قراياتكم الصعبة دي بيقدر يمتحن فيها بباصي فيها يا ناس الموضوع ده ده القراية يا أخي زول ده يبقى دكتور كيف ده بينسل القماش والمصائب كلها جوة بطن المريض لأنه ده القلم بالدولة الفكي عشان يقرأ ليه ده طالب ده طيب هنا قال قال ويكتب لمن به حمى هذه الأسماء أنا ما أبقى غيرت ما أبقى عرف اللغة دي ما أعرف أياته لغة قال دي دي اللغة البتشيل الحمى قالوا وطبعا إذا كان الإنسان مشهل الشيخ وشال منه الحمى ما في داعي يجيكم منتو انتو تاني يوم تمشوا نشوفوا لكم تمشوا تقروا هندسة أو تحولوا حاجة تاني قال هذه الأسماء شقش اتنين شقموش اتنين نموشلخ اتنين والله أجد قال رع المنخ اتنين أبنوخ اتنين العجل اتنين الساعة اتنين قال كده الحمى بتروح طيب قالوا أيضا قالوا من ذلك يكتب لصاحب البلغم بيكتب له هذه الأسماء بس أنا دائرة الناس لما تسمع الكلام دا ما تضحك ما بتقدر قال ملح عشان البلغم يزيح عطرون زنجبيل لبان فلفل كمون رشاد قال فيأخذها ويسحقها سحقا ناعما ويواضب على سفوف ذلك في أول كل يوم فإنه يشفى بإذن الله يا ناس دا جنود وفي ناس تلقام رابطين كمون وفي ناس رابطين الخواتم الموجودة دي هذي لا دي ودي كل أسماء بتاع الشياطين الشغل ده قولك ده خاتم سليمان ونجمة داود دي كل شغل بتاع الشياطين الكلام ده الزولة اللي بيكون أو في خواتم بيكون مكتوب فيها رغام بيكون في زي 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 تزعة تزعة مربعات ثلاثة في كل عمود وفي كل صف الجمع بتاعهم خمستاشر إذا كان الإنسان جمعهم من ناحية وفوغية أو من ناحية راسية أو بالسياف كده بتكون المجموعة بتاعهم شنو خمستاشر دي كل أرقام وطلاصم بتاع الشياطين والإنسان اللي بيكون مركب كده يقول لك والله بالليل أنا بشوف حاجات ما أنت لأنه لابس حاجات عشان كده بالليل بشوف حاجات يقول لك بجيني حمار النوم ده سببه شنو ده سوه الحاجات الزي دي طيب من أعجب الأشياء أنا يعني أختم بيها الصفحة 134 أنا ما عارف المنهج ده داري وصل الناس لشنو طيب 134-135 قال في بيان ما أكرمه الله به من فسحة من أجل من حضرت لقبض روحي ملائكة القبض عليهم السلام وشبه ذري يعني في ناس قال ملائكة القبض جاءت تقبض أرواحهم والشيخ رجع الملائكة طيب أجاب على قصص كثيرة قال من ذلك حدثني الفاضل الشيخ الحسين ابن الفقيه ابراهيم الخليل ابن الفقيه محمد الأغبش قال مريضت مرضا أشرفت فيه على الهلاك إلى أن يأس الناس إلى أن يأس كل الناس من حياته فجاءتني ملائكة القبض لقبض روحي فرأيت سيدي الشيخ أحمد الطيب رضي الله عنه وهو قريب منهم يقول لهم أما قلت لكم لا تقبضوا روحه الكلام ده لمن للملائكة قال فرجعوا عند ذلك قال الملائكة رجعوا وربنا سبحانه وتعالى قال وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظ حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قال ونظير هذه الحكاية ما ذكره سيدي عبدالوهاب الشعراني في ترجمة الشيخ محمد الشربيني قال لما ضعف ولده أحمد وأشرف على الموت حضر عزرائيل لقبض روحه طبعا ملك الموت ما ورد في حديث صحيح إن اسمه عزرائيل إنما اسمه ملك الموت المهم قال له الشيخ فقال له الشيخ ارجع إلى ربك فراجعه فإن الأمر قد نسخ قال له مجدار تقبض الزلد قال له أرجع لي ربك الأمر هذا قد نسخ نحن نسخنا ما في له قال فرجع عزرائيل وشوف يا أحمد من تلك الوعكة وعاش بعد ذلك ثلاثين عاما قال في كلام كثير قال ومن ذلك ما حكاه الشيخ الجعفري الجفري العلوي في كتابه كنز البراهين الكسبية والأسرار الوهبية الغيبية في ترجم السيدي عبدالله باعلوي قال ومنها أن رجلا أنشده أبياتا تتعلق بالبعث والحساب فتواجد صاحب الترجم وخر مغشيا عليه فلما أفاق قال الرجل أعدى الأبيات فقال الرجل بشرط أن تضمن لي الجنة فقال ليس لي ذلك ولكن أطلب ما شد يعني في زول أبضل باعله إذا قاعد في زول جاء قام جاب له أبيات تذكر بالآخر وكده ده كده كلام ما فيه حاجة فالزول ده قال من خوفه لأله قام شنو أغمى عليه قام لما أفاق قال له تاني أقرأ عليه الأبيات تاني قام تاني عاد عليه فقام قال له أطلب حاجة قال له أنا ما دار منك حاجة أو قال له أقرأ عليك الأبيات بشرط أن تضمن لي الجنة قال له أنا ما بقدر أضمن ليك الجنة لغاية هنا الكلام كويس قال ولكن أطلب ما شئت من المال فقال الرجل ما أريد إلا الجنة فقال إن حصل لنا شيء ما كرهنا ودع له بالجنة قال فحسنت حال الرجل وانتقل إلى رحمة الله تعالى وشيعه صاحب الترجمة وحضر دفنه وجلس عند قبره ساعة فتغير وجهه يعني زول القرأ الأبيات على الشيخ مات الشيخ قام دفنه وقام حضره لغاية ما دفنه وجلس عند قبر هذا الميت ساعة قال فتغير وجهه ثم ضحك واستبشر يعني أول حاجة وش وانقبط بعد شيء قام ضحك واستبشر فسئل عن ذلك أول حاجة أول عقيدة داري يزليق للناس في الكرام ده أو في هذه الكرامة المزعومة إنه بيعلم القبور في جنوب بأول عقيدة باطلة قال فسئل عن ذلك قالوا له يا شيخ التالي كان كرمشت وشك وبعد شيء ضحك تلحاصي شنو قال إن الرجل لما سأله الملكان عن ربه لأنه بتسأل مش قل لك من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم قال لمن قال له من ربك قال شيخي عبدالله بعلوي من ربك قال عبدالله بعلوي قال فتعجباه لذلك الملائكة قال قاموا تعجبوا منكر قام عايا اللي نكير قال ثم سأله أيضا ثاني قال له واسمع الزلده يمكن يكون الكيس بتاع البيشن دا شوية كده مدأخر وكده فكذا نعيد عليه وسؤال قال ثم أعادا عليه قال فأجاب بذلك فقالا مرحبا بك وبشيخك عبدالله يا أخواننا دا شنو دا دا نعرفوا شنو دا دي كتب الآن تباع في الدارة السودانية للكتب وفي غير فدي عقايد ونحن بنقول الموضوع دا بالزاد لأن الطرق الصوفية تولت نقل الناس من عبادة العباد أو من عبادة الله إلى عبادة العباد مدايح موجودة وكلها ما في مدح الرصوص عسل يقول لك جر الشمس مع الملائكة ما غلبه الشيخ والتمساء حجر في شانجلوك غلبه قالوا دي كرامة لأبونا الشيخ الحاصل شنو؟ قال إنه الشيخ عنده حوار اسمه جلوك بعدين رسلوا عشان يجيب له مو يطوضوا عشان يصلي العصو جلوك لما مشى البحر التمساح قام أكله فالشيخ قاعد لغاية من مغرب قرب يخش وقته جلوك ما جاء قام رسل الناس قال لهم شوفوا جلوك ده ما شوين قال بعد شوية جلوك الجماعة جاءوا قال له التمساح أكله فقام مرق قام نادى التمساح تمساح مرق وقال له أمرق جلوك تمساح قال له ما أمرق جلوك قال له يا زول أمرق جلوك قال له ما أمرق جلوك فالنها أمرق جلوك وقال ضربت تمساح بالسبحة ينقلب حجر قال نفس الكطبة دي التي لا يمكن أن تشاهدها حتى في سبيستون نفس هذه الكطبة موجودة في كتاب اسمه طبقات الشعراني طبقات الشعراني لواحد اسمه عبدالوهاب الشعراني في ترجمة واحد اسمه أحمد الفرغلي ده برضو من الأولياء بتاعنا الصوفية قال من كراماته إنه برضو واحد اسمه قال أن مخيمر النقيب لما جاء إلى الشيخ قال له يا الشيخ إن بنتي قد أكلها التمساح برضو ما شجيب مويا من البحر التمساح قام أكل بيت مخيمر النقيب قال فقال لمخيمر اذهب إلى البحر فقول له إن الشيخ أحمد الفرغل قال لك تعال تعال كلم الفرغل قال فقال فنادى التمساح قال فخرج التمساح آكل مركب والناس عن يمينه وعن شماله قال حتى وقف أمام الشيخ التمساح والله كانه سيقلع عربية ووباما المهم قال فقال فقال لو أخرج البنت مرق قال مرق البنت قال ثم أمر بالحداد فأحضر الحداد فأمر الحداد بخلع جميع أسنان التمساح يا ناس إنت بتقدر تهبش التمساح في سنونه فيها تحداد وذاته التمساح ده سنونه مركب بصامولة عشان يفكه له الحداد قال فأخرج جميع فقلع جميع أسنان التمساح أعجب حاجة المضحك المبكي قال قال فقال له إياك أن تتعرض لمخلوق وأنا حي التمساح قال له حاضر كويس قال فرجع التمساح ودموعه تسل يا ناس دكضي بشنودة التمساح قال رجع البحر وبيبكي لأنه رجع من غير أسنان يا ناس الكلام ده موجود وبيعتقدوا عقائد وإذا أنكرت عليهم هذه العقائد بيستغربوا يشوفوا كنت زول ما نصيح وإنت كيف تنكر كرامات الأولية والأولية دين ناس كويسين وناس بيصرفوا في الكون وناس بيجر الشمس مع الملائكة وربنا قال والشمس تجري لا في ملك بجرة ولا في مخلوق بجرة والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم كل تقدير ربنا سبحانه وتعالى لكن بهذه المفاهيم المغلوطة وباستغلال جهل البسطاء الإنسان في النهاية يقول يا سلام الأولية دين ناس كمل وأنا بعد ذلك أعتقد فوقهم فيصرف هذا المسم الذي كان يعبد الله سبحانه وتعالى إلى عبادة هؤلاء الخلق المساكين الضعفاء المحتاجين كما قال الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا وذبابا في الآية مفرج يعني واحدة بس ضبانايا واحدة القرطبي قال ربنا ضرب المثل بالذباب لأنه حقير ولأنه كثير وضعيف ربنا ما أقل لهم أخلقوا بقرة ولا أخلقوا جبل ولا حاجة كبيرة ربنا أقل لهم أخلقوا لكم ضبانايا واحدة أسئل ليلة الأولية بتاعنا السودان دين عشان كلنا نبقى معهم خليجوا لزيرقاب دين أخصائي الجنة دين يخلقوا البضي بتاع الضبانا وجه السمانية يضربوا البونش ويجوا بتاع معرفة الكباشي يعملوا لها العيون ربنا قال لن يخلقوا ذبابا ولن دي من أدوات نصب الفعل المضارع التي تفيد الاستمرار ليهم القيام لن يخلقوا وهذا فعل مضارع مقروم بالتحدي لن يخلقوا ذبابا ولو يتمعوا له كلهم لو جه ربنا قال مشكدة دي كثيرة عليهم ذاته ربنا قال وإي يسلبهم أي يأخذوا منهم بقوة الذباب شيئا لا يستنقذوه أي لا يستخرجوه منه ضعف الطالب والمطلوب شان كذا ربنا قال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيته وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت كذا زول زول جاري لهم من مصيبة زول داري طعنوا بسكين وماشي خش بيت العنكبوت ده مجيزول ما نصيح العنكبوت دي العلماء قالوا الضعف بتاع بيته على أمرين الأمر الأول البون بتاعه تعبان البيت بتاع العنكبوت الشيء الثاني قالوا العنكبوت مما تلد بتقتل الذكر وأولاد بيقتلواه شوف البيت ضعيف كيف شان كذا ربنا قال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل شنو العنكبوت اتخذت بيته وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ولذلك الناس دير ربنا سبحانه وتعالى قال ضعاف ما يملكوا حاجة والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة وده كمان موضوع تاني والله دي دار محاضرة تاني ربنا قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ربنا ذكر لينا مشاهد توحيد في الآخرة ناس في الدنيا هنا بنادوا الشيوخ يقول لك عين يمين نادي الصالحين عين شمال نادي الكمال عين وراء نادي بشرة عين فوق نادي أهل الزوق عين تحيد نادي بمسك عين صعيد نادي عوض الجيد الله ينادوا بيتين ياخذ الشيطان ذاته قال وَلَأَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَيِّدُوا أَكْثَرَ وَمْ شَاكِرِينْ قال ابن عباس فما استطاع أن يقول ومن فوقهم لأن الله من فوقهم شوف الكلام ده كيف الليلة ناس ناس أهل المساكين البسطاء الحبوبة والعمة والخالة والجدة الكبير الناس يقول لها بتنادي في الأولياء يقول لك مكاشف الشهير من التاخر دي كمان جديدة كمان بيكتبوها في السياحي لو كتبت المكاشف ما بتداخر وناس الحركة ما بلقوب كويس ولو كتبت مين كده وده كل أخواننا باطل وشيرك بالله سبحانه وتعالى شان كده ربنا قال الناس البنادو ديل في الدنيا يوم الغيامة بيطورطوا بعدين ربنا بيقذف العداء وبناتهم يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى قال وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعا ما في الدنيا هنا لعب لعبته لكن في الآخرة هناك كيف ربنا قال وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاءُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَيَنُمْ نَاسْكُمَ الْقُدْتُ بِالْحَقُوكُمْ جِدَّامُ زي ما قال أبو قرون قال يوم الحلوق الكُزَّم أبو قرون بجيش اتنظم يعني يوم القيامة قال بنجي بالجيش وربنا قال وَكُلُّهُمْ آتِي يوم القيامة شنو فرده بتاجي براك يقول لك أبقى منهم أمليهم أخلي الحمال عليهم وما بشيلوا منك إيش ربنا قال وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاءُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ الأولي أبتعنكم منو ربنا قال ثُمَّ لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ بعدين سبحان الله حلفتوا يوم الغيامة بيقت نجيضة هنا في الدنيا يقول لك وحات أبوي وحات الرسول وحات النبي وحات قعدتنا وده غير الفنانين كمان اللي بيحلفوا بالمرأ وكده اللي بيقول لك عبدت القبر يا سلمة لأن القبر ضمّاك عبدت الشجرة يا سلمة لأن الشجرة ضلّاك عبدت الله في سري لأن الله سواك لمن عبد الله عبدوا تحت تحت ده يخلين من ديل داك الألبقون بيعبو الديل بنادي ديلك ربنا سبحانه وتعالى يقذف بيناتهم العداوة لشان كده ربنا قال في سورة النحل وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك يا الله قال له هداك له أنا شايفه قال لينا ديني هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك ربنا قال فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون قال له كالضاب ولا قدت لك نا ديني ولا كان عندي طريقة ولا ديت كورات ولا كان عندي نوبة ولا أي حاج ليه لأن يوم الغيامة دا يوم الحق دا يوم تنكشف فيه السراير ولذلك المسلم والمسلمة المؤمن والمؤمنة الواجب يا أخواننا على الإنسان إنه يكون عقيدته صحيحة الزول يمشي لأ الله بمعاصي وبذنوب وبخطايا لكن يمشي لأ الله سبحانه وتعالى بعقيدة نظيفة واضحة ما في إلا الله سبحانه وتعالى ربنا بيغفر له والذنوب ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء طيب غد غد زول يسأل يقول طيب يعني ليه نحن الآن في الجامعة ليه يكلمون عن الشرك يعني نحن مشركين يعني جايين تطلعون بر الإسلام ولا شنوه ربنا سبحانه وتعالى نهى عن الشرك الرسول هل الرسول ممكن يشرك عليه الصلاة والسلام إبراهيم عليه السلام ربنا قال له بعد ما امتحنوا وقوموا ألقوا في النار ربنا قال له ونا عندي لك مهمة عظيمة دائرة شرفك بها لكن قبل المهمة دي في معلومة مهمة لازم تعرفة في صورة الحج ربنا قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا أول معلومة ألا تشرك به شيئا شان كده النبي عليه الصلاة والسلام في العام التاسع من الهجرة بعث أبا هريرا وأبكر الصديق وعليا وغيرهم من الصحابة ألا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان خلاس التوحيد ظهر والإسلام ظهر فلا يقبل بعد ذلك الشرك بالله سبحانه وتعالى ولذلك ربنا قال بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ربنا سبحانه وتعالى قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ولذلك الإنسان لابد يكون طوالي الشرك والتوحيد لابد تكون قدام الإنسان طوالي النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم إذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام صاحب العمل المقبول والشفاعة العظيمة وصاحب الحوض المورود وصاحب الجنة وهو في الدنيا وقد غفر له ما تقدم من ذنبه يسأل الله ويخاف من الشرك ويقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم كيف بين نحن ولذلك الإنسان عليه أن يخاف من هذا الأمر نقف إن شاء الله عند هذا الحد كان في أسنع جائب على بعض جزاك الله خيرا السؤال الأول السلام عليكم من هو الجفري الذي يملأ الإعلام هذه الأيام وهل يجوز حضور محاضراته طيب الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله الجفري هو داعي صوفي يمني اسمه علي الجفري يمني وهو صوفي محترق يدعو الناس إلى دعاء الموتى من دون الله ويزعم ويزعم أن الأولياء ينفعون ويضرون ويدعو الناس إلى التمسح بالقبور والطواف بها وطلب البركة منها إلى غير ذلك عنده شيخ ماخذ منه الطريقة شيخه دا ذاته بتاع غنات الجزيرة دار يعمل معاه لغاء فقام كلم الوكيل شيخ عنده طبعا الطريقة القادرية عنده أدباع بالملايين فقام بتاع غنات الجزيرة قال له أن دار يعمل لغاء مع شيخك وقام قال له خلاص أصبر لي برد عليك نهاية اليوم بعد نهاية اليوم قال له دا الشيخ الماخذ منه الجفري الطريقة بعد نهاية اليوم قال له قال له يعني أبشر قال له يا فلان قال له فقد وافق الشيخ على طلب طلبك وقد أجرى مكالمة مع النبي صلى الله عليه وسلم والله الذي لا إله غيره قال له أجرى مكالمة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أجر معه اللقاء طيب الجفري عنده مقاطع موجودة في اليوتيوب أولا ينادي الحسين كما تقدم ثانيا يستدل بالقصص الباطلة والموضوعة على دعوة الناس إلى الكفر والشيرك بالله في قصة مشهورة وهي قصة باطلة إنه في واحد اسمه أحمد الرفاعي أحمد الرفاعي دا قال إنه جاء الحج وجاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنشد أبيات من الشعر يعبر فيها عن محبته وشوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم طلب من النبي عليه الصلاة والسلام يخرج يده حتى يعني النبي حتى يقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم قال قال فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم يده لأحمد الرفاعي فقبلها أحمد الرفاعي الكلام دا أول حاجة غير إنه ما بخش العبل إخ دا كلام باطل يا أخي دا كلام باطل أولا النبي عليه الصلاة والسلام لن يخرج من قبره حتى تقوم الساعة لقوله عليه الصلاة والسلام أنا أول من ينشق القبر عن جمجمته يوم القيامة ويوم دذر في زمانه وما لم يقم يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم ما بمره وربنا سبحانه وتعالى قال إنك ميت وإنهم ميتون وربنا قال وما كان ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين إلى آخر الآيات التي تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وانتقل إلى الرفيق الأعلى فالكلام ده كل كلام باطل بعد ذلك بيقول إن الشاذلي شيخ الطريقة الشاذلية تكلم مع الله وغير من الكلام الباطل الماء بصح فما بجوز القعاد ليه ليه مش لأن الموضوع هلال ومريخ وكذا إنه لأن الزول ده بينقل الناس إلى الكفر والشرق زول سمع ليه طوالي تاني يوم بيشرق بالله ربنا سبحانه وتعالى قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزوا بها فلا تقعدوا معهم ما بجوز القعاد مع الزول اللي بيحرف كلام الله والبيجيب بدع والبيجيب شركيات وكفريات ما بجوز القعاد له ولذلك نحن نحذر الناس من السماع لهذا المدعو الجفري السائل يقول البرعي الآن ميد ونبي صلى الله عليه وسلم يقول اذكروا محاسم موتاكم طيب أولا حديث أذكروا محاسم موتاكم هذا حديث معضل أي ضعيف معضل يعني سقطوا منه نفرين فحديث ضعيف عند العلماء المحققين أما إذا كان هو ليهواء الناس وإنه بالطريقة دي ما بتجي وما ممكن تسمنوا نفسكم والضعيف لحديث بالطريقة دي ممكن الناس صحيح لكن من ناحية كلام العلماء الحديث دا ضعيف وليس بصحيح طيب الإنسان الميد هل يجوز الكلام فيه الإنسان الميد هذا هو السؤال الجواب لا يجوز الكلام في الإنسان الميد إلا إذا كان إنسان يضل الناس طيب الكلام دا أنا جبته هسي عشان أتخارج يعني من السؤال دا ولا كيف العلماء كتبوا مؤلفات ككتاب رياضة الصالحين كتاب مشهور معروف للإمام النووي وأيضا له كتاب آخر يسمى الأذكار وأيضا كتاب في شرحه شرح النووي على صحيح مسلم وكذلك شرح ابن حجر على صحيح مسلم قالوا الغيبة حرام ما بالجز لكن تجوز الغيبة بل تجب ولو كان الإنسان ميد إذا كان الإنسان يضلل الناس الليلة لو أنا مثلا سمعت هنا أو وقعت في معصية من المعاصي ما بكفر بي الله صاحبكم في مصيبة وربنا قد يعذبني وكذا لكن ما بكفر بالله لما ألاقي الله وأنا أغذيك كويسة إمكن ربنا يغفر لي وممكن يعذبني لكن برضو ما بقعد في جهنم خالدا بمرق إلى الجنة متى ما شاء الله لكن الزولة بلاقي الله وعنده عقيدة شركية ده تاني ما بمرق من النار تماما طيب الآن أنا عندي مثلا مرض كيلة أو غيره ما شاءت لي أكبر أخصائي أنا عندي كيلة أخصائي بتاع جراحة نموخ وأعصاب وما شاءت قلت لي أنا خاشي للزولة لأنه عندي كيلة الزولة قال لي يسمع الزولة أنت لو عندك مشكلة في راسك وجاء الدائر يزوج من الناس والناس سألوا عنه هل يقول له أسمع عن إذنك دارين نشوف حالك شنو ولا يمشي زال منه وإن كان هما راضي الجواب يمشي زال منه ده إذا كان أمر الدنيا فكيف بأمر الدين لأن كده النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها حديث الصحيحين وده يستدلبي والعلماء استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أزنولي أنا دار ألاقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا من المنافقين فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إئذنوا له بئس آخوا العشيرة طيب بئس دم أدوات الذم ولا المتح الذم واستأذنوا يعني الزل السماء خشة الزل ما كان سامعا الكلام فلما دخل ألان له النبي صلى الله عليه وسلم الكلام فلما خرج قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يا رسول الله لما استأذن هذا قلت له ما قلت يعني قلت له بئس أخل عشيرة فلما دخل ألنت له الكلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتني فحاشا إن من شر الناس من ودعه الناس اتقاء شره أو قال اتقاء فحشيه فهل نقول النبي صلى الله عليه وسلم باغتاب الناس أولا بينصح الناس إذا أزول قال الرسول باغتاب الناس ده كفر بي الله حديث ثاني حديث فاطمة بن تقيس أن معاوية وأب الجهم ديالي اتنين من الصحابة خطبوها فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تستأمره يعني تشاوره فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال لو صعلوك مش بلغتنا نحن صعلوك معناه فقير يعني وأما أب الجهم فكان لا يضع العصى عن عاتقه العلماء بعضهم قال كان بيضرب النساء وبعضهم قال كان كثير الأسفار قال ولكن أنكحي أسامة ولا كان معاوية قاعد ولا كان أب الجهم قاعد فهل نقول النبي صلى الله عليه وسلم اغتاب هؤلاء الصحابة ولا كان بينصح كان بينصح طيب الأولى الأمور دي ولا أولى أمر الدين الأولى أمر الدين ولذلك الإنسان وإن مات وإن مات لكن إذا نشر باطل بين الناس ده طوال الناس يتكلموا فيه هنا أيضا حديث حديث أنس رضي الله عنه حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازتين الجنازة دي حيوة لا ميت ميت مش قال فأثنى الناس على الأولى خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت ثم أثنى الناس على الثانية شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت فقال عمر يا رسول الله ما وجبت انت قلت في دي وجبت ودي وجبت وجبت دي شنو فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأولى أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة والثانية أثنيتم عليها شرا وجبت له شنو النار طيب ناس يقول لك يا ختة انت ما لكم القلوب الناس الكتاب ده قلوب الناس الكتاب ده قلوب الناس ده عمل زل نشر بين الناس وعنده رقم ايداع وكده وقال يا ناس الكلام الهينة جوه الكتاب ده بدخل الناس الجنة ولذلك الإنسان إذا نشر باطل بين الناس هذا يجب على الناس أن يتكلموا فيه ولا يعد ذلك من الغيبة ما هو تفسير قوله تعالى فابتغوا إليه الوسيلة ويستدل بعض الناس بأن التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم جائز لحديث الأعمى الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه كلمات وأمره بالوضوء طيب الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله التوسل يا أخواننا في اللغة هو التوسط للغير في جلب منفع أو دفع مضر والتوسل مذكور في القرآن في عائتين أي في صورة المائدة وفي صورة الاسراء في صورة المائدة ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيلي لعلكم تفلحون وفي صورة الاسراء ربنا قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة الوسيلة كما قال قتاد أي تقربوا إلى الله بطاعته هذه هي شنو هذه هي الوسيلة وهذا تفسير ابن عباس وغير من الصحابة كما قال ابن كثير قال وأجمع العلماء على أن الوسيلة هي التقرب إلى الله بمرضاته من الأعمال الصالحة والتناب شنو؟ الرماد طيب التوسل فيه مشروع وفيه ممنوع التوسل معناه شنو؟ معناه أنا دائر دعائي ده ربنا يقبلوا دعائي ده عشان ربنا يقبلوا لازم ربنا سبحانه وتعالى الدعاء ده أن أعمل له سبب عشان ربنا يقبلوا به الأسباب المشروعة ثلاثة السبب الأول الأسماء الحسنى والصفات العلا ربنا قال ولله إلى أسماء الحسنى شنو؟ فادعوه بها أنا دائر ربنا ينجحني في الامتحان اللهم أنت العليم الحكيم أنت البر الرحيم أنت اللطيف الخبير أنت الودود أنت المنان يا هذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم نجحني في الامتحان هذا توسل بشنو؟ الأسماء الحسن هذا جايز ده النوع الأول النوع الثاني بالأعمال الصالحة مثلا إنسان راكب في الحافلة والحافلة قاعدت تشحن جمي سكين قال لله يا محسنين في الجيب فيه خمسين جريش جنيه أربعة جنيه المهم الزلم الرقم ينجيبه وداله لما إزانك في الامتحان قال يا الله يا الله بيقولوا شيد دفعتها دي خال صليك يا الله يا الله حل لي المزالة دي يا الله وفغني أحل المزالة دي هذا يعتبر شنو؟ يعتبر عمل صالح أيضا من القرآن ربنا قال ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسولة فاكتبنا مع الشهدين الإنسان يقول يا الله بيحب لي رسولك صلى الله عليه وسلم يا الله نجحني في الامتحان يا الله أشفي لي أمي يا الله يا الله يا الله ده ما فيه شيء النوع الثالث بدعاء الرجل الصالح وهذا أقلهم يعني أقلا في الدرجة مثلا الإنسان عنده صاحبه زوال خير بيصلي صلوات الخمسة عغيته كويسة وكده وما شرط يكون معصوم من المعاصي يقول يا فلان الامتحانات قربت أدعو لي الله معاك مش إن ته ذاتك يا فلان عليك الله نجحني في الامتحان مش هو ذاته هو يدعو لي الله وهذا موجود النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة وكر الله بها ملكا يقول آمين ولك بمثل يعني الملك بيقول لك آمين إن تدعيت لي فلان آمين ربنا يستجيب دعوتك وكمان إن ته ذاتك الله يديك زيا فهذه sugno هذه لا إشكال فيها بعد ذاق بيجي التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ابن تيمية قال إما أن يكون معنى التوسل بالنبي أي بمحبة النبي وباتباع النبي ده مشروع ولا ما مشروع ما فيه حاجة أما التوسل الثاني وهو دعاء النبي لشان كده هو قام استدلة بحديث الأعمى حديث الأعمى داشنو حديث الأعمى أو الضرير حديث عثمان بن حنيف رواه الترمذ وغيره حديث صحيح أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أدعو الله أن يشفيني أو يعافيني فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت فهو خير لك فقال بل ادعوه فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء وأمره أن يركع ركعتين ثم يدعو في هاتين الركعتين بدعاء فيقول اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك لتقضى حاجتي اللهم فشفعني فيه وشفعه فيه يقول لك باس أيوة شفت هنا قال شنوه؟ قال يا محمد إني أتوجه إليك بنبيك طيب هذا الحديث لا يدل على أن المراد دعاء الرسول من ثلاث أوجه الوجه الأول أنه أتي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أدعوه أول حاجة طلب شنوه؟ الدعاء يعني هو الموضوع في شنوه؟ إنه الرسول يدعو له وده النوع الثالث من أنواع التوسل للمشروع وهو الدعاء بشنوه؟ التوسل بشنوه؟ بدعاء الرجل الصالح أو الإنسان الصالح فأولا حاجة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم شنوه؟ يدعو له ده أول حاجة نمرة اتنين الرسول عليه الصلاة والسلام خيروا بين أمرين ما بين ثلاث أمور قال له إن شيت دعوت لك وإن شيت صبرت فهو خير لك فهل الرسول بيوعد ويخلف؟ فالزول اللي بيقول الرسول بيوعد ويخلف ده كافر معناة الرسول بيوعد وما بيخلف والرسول وعدوا بين شنوه؟ بين أمرين إما يدعو الله وإما شنوه؟ وإما يصبر ويدخل شنوه؟ الجنة الشيء الثالث نهاية الحديث إنه قال اللهم فشفعني فيه لأن الشفاء الشفاء معناة الدعاء يعني يا الله أقبل دعائي الركعتين ديل أقبل دعائي عشان تشفيني واقبل دعاء الرسول لي في إنه تتقبل ركعتين دي عشان شنوه؟ عشان تشفيني هذا هو معنى الحديث ولو كان هذا الدعاء معناه دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء الأعمى إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الدعاء لأن الدعاء بالجاه هو المكانة أنا لو قاعد الآن هنا وبيجوز دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا هل جاءها الرسول هنا وفي مكة باختلف؟ ما كانت الرسول عند الله في السودان وما كانت الرسول في المدينة بتختلف؟ ما بتختلف يبقى ما كان في داعي الأعمى يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم شنوه؟ في محله وخلاصة هذا الحديث إن نتوسل إلى الله بدعاء شنوه الرجل الصالح زي ما جاءت إمرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع فادعوا الله أن يشفيني قال إن شئت دعوت لك حديث ابن عباس وإن شئت صبرت ولك الجنة قالت بل أصبر هذه المرأة كانت درجتها خير من شنوه؟ من الرجل وكلهم على خير لكن كانت ما كانت شنوه؟ أفضل لأنها صبرت قالت بل أصبر قالت ولكني أتكشف الصرعة معروفة قالت ولكني أتكشف فادعوا الله أن لا أتكشف وده في فائدة أخواننا شوف المرأة دي عفة كيف سبحان الله رضي الله عنها هي عيانة ومعذورة ربنا قال وليس على المريض شنو؟ ليس على المريض حرج بتسأل تسأل الله تقول يا رسول الله أدعو لي الله إنه أنا ما أتكشف بأصبر لكن بس أدعو لي الله ما أتكشف وإن كانت هي حالة تكشفها هذا خارج عن إرادتها الآن في واحدة عديل تمشي منه نتركب سعة قشرة عشان تتكشف تدعو الله أن يعينها على التكشف تقول يا الله عام مئة وخمسين ألف عشان تمشي جبلاء مصيبة من المصايب البلبسوا على الناس اليوم كويس؟ فالشاهد الخلاصة أن هذا الحديث هو كحديث هذي يشنو؟ هذي المرأة فكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا أراد أن يبين مكانة هذه المرأة يقول من سره أن ينظر إلى إمرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه المرأة ويحكي قصته فخلاصة الحديث أنه توسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح أيضاً كما جاء في البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة فدخل أعرابي فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت المواشي الآخر فادعوا الله أن يسقينا قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال وما في السماء قزعة قزعة يعني قطعة سحاب ما فيه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال فما نزل عن المنبر حتى يعني قال ما استطعنا الرجوع وكما قال الشاهد من الكلام أن هذا توسل إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح سائلة تقول ما حكم سفر المرأة بدون محرم وما حكم سفرها مع القوافل العلاجية إذا كانت الرفقة مامونة طيب الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله هذا الكلام يعني حسمه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تسافر إلا ومع ذي مسيرة ليل يوم وليلة إلا ومع ذي محرم فما بجزء تسافر شنو إلا معها محرم والمفروض أنه تعدل الغوانين يعني يقول لك الآن طيب الكلام ده ما بيشتغل معنا الآن منه قال ما بيشتغل قال ما بيشتغل مو ممكن تشوف تشوف محرم تسافر قافلة علاجية ما في أي شكال أصلا الجامعة زاة تنظم المحرم فالإنسان عليه أن يتق الله عليه أن يتق الله وعليها أن لا تسافر إلا مع ذي محرم والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه الرجل يخرج معه إلى الجهاد جهاد في سبيل الله مش قافلة علاجية جهاد عديل وسافرت زوجته إلى الحج يقول لها شنو ما في أي كلام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجته خرجت إلى الحج فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يلحقها فيرجعها فيجاه أو أن يحجمها هذا خلاصة تغريبا هذا خلاصة الحديث فالشيء من الكلام إنه ما بيجوز سفر المرأة من غير محرم هذا هو الذي ندين الله سبحانه وتعالى به كيف تؤدى كفارة الصوم لمن أخر قضاء الصيام وكيف يرد النبي عليه الصلاة والسلام على من سلم عليه نقول هذا في علم الغيب صحيح كيف تؤدى كفارة الصوم لمن أخر قضاء الصيام طيب إذا كان التأخير لسبب أو عذر الشرعي فما في مشكار ربنا قال في عدة من أيام أخر إذا كان ترك يوما إذا كان ترك يوما الشيخ ابن عثيمين يرجح أنه إنما عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوح طيب السؤال منه طيب من قال كيف يرد النبي صلى الله عليه وسلم على من يسلم عليه نقول له هذا في علم الغيب صحيح أيها هذا في علم الغيب كيف دي ما الله أعلم لأنه عالم البرزخ هو حياة أخرى لها أحكامها يعني سبحان الله الإنسان لو دار يدخل عقله لو دار يدخل عقله في الأمور بتاعة الغيب يبقى شيوعي عديل ملحد ولا يبقى مؤمن عديل النص نص ما بينفع ليه لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الإنسان يقعد في القبر بيقعدوك 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 وبيسألوك وبتختلف أضلاعك دا كله في القبر في ناس نبشون من الغبور لكن ما لقينا أضلاعهم شنو مختلفة ولا لقينا في أسر ضرب ولا كده هل دا يدل على إنهم ما يعذبوا ما يدل ليه لأنه أحكام الآخرة ها لها شنو لها أحكام تختلف عن الدنيا الآخرة لها أحكام تختلف عن الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم يرود كيف نقول الله أعلم في سؤالهم الله أعلم ما أعرف ما قولكم فيه ناس اغتنعوا بالسماع للعريفي وخالد الراشد وعائد القرن ودافوا عنهم ولم يقبلوا النصح ما نصيحتكم لهم ونرجو منكم بيان حالهم طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أول مزألة ما يزول يتكلم في الدين بيأخذوا كلام حتى كلامي أنا دا مش راجعوا المراجع القتة والكلام القتة دا يمكنكم ما صحي فابن سيرين كما في مقدمة مسلم قال إن هذا الأمر دين فانظروا عن من تأخذون دينكم الليلة الزول ما بيأخذ عن أي إنسان سواء كان في في دنيا في علم دنيوي في غيره في غيره ما بيأخذ عن أي زول كذلك الإنسان في دينه يتحرى ما أي زول يأخذ عنه الناس ديال الإنسان ينظر إلى حاله في أمور الإنسان أي إنسان فيها بيخطئ أي إنسان بيخطئ إنسان قد يقول كلام فاحش الإنسان قد يعتدي قد 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 يحصل له أمر من الأمور أي زول بيخطئ لكن الإسلام قال الزول لو أخطأ يرجع وفي أمور الإنسان لو أخطأ فيها كان يعني عدوا للنبي عليه الصلاة والسلام والأمور الناس اللي بتكلموا عنها دين ناس العريفي وغيرهم وغيرهم من الناس دين دين ناس خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل واضحة وعليها أدلة من هذه المسائل أولا أنهم يدعون إلى منهج جماعة الإخوان المسلمين من التفجير ومن التكفير ومن إقامة الثورات ومن الخروج على الحكام ومن قلقلة البلدان الإسلامية إلى آخر وده كل مخالف لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام جاء وأمر الناس بالسمع والطاعة للحاكم الرئيس دا الناس تسمع وتطع له ما لم يكن في معصية الله لكن مادام مسلم الناس ما تخرج عليه ولا تقاتلوا ولا تعمل الفتن في بلاد المسلمين في ناس بيعتبروا إنه دا من الخوف ولكنتو السلفين دا الناس خوافين ما نمرق عليه ليه نحن ظلمونا وفعلوا لينا ونتركوا طيب لما نتمرق حتعمل شنو الآن بلاد المسلمين مرقت ما حتجيب حاجة طيب نفترض إنك حتجيب حاجة يجوز الخروج على الحاكم المسلم وإن كان ظالم طيب هل إنت لما تمسك حتكون معصوم ولا حتظلم لابد يظلم ظلمت نحن حنمرق عليه مرقنا عليك نحن ما معصومين حنظلم الناس الظلمهم حيجوا يمرقوا علينا فمتى يستقر لناس ومتى يتعلم الناس ومتى تتقدم بلاد المسلمين بس ده شاله وده خطه ده انقلبوا عليه وده كده الآن ما بتلقوا الثورات دي قاعدة الآن في دول الغرب الكافر بس بتكون قاعدة في بلاد المسلمين والناس قاعدين فيها نختم بآخر سؤال يقول الجفري قال الله تعالى وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ وَلُّ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهِ فَإِنَّ اللَّهَ نَسَبَ شَيْئًا مِنَ الْوَصِيَّةِ وَهُوَ الرِّزْغُ لِغَيْرِهِ فَكَيْفَ بِالْأَوْلِيَاءِ لَا يَرْزُغُونَ مَا الرَّدُّ عَلَى هَذَا الْكَلَمْ طيب في أخواننا في أمور تنسب إلى الخالق وتنسب إلى المخلوق ولا تنسب إلى المخلوق إلا مقيدا أما إلى الخالق فتنسب مطلقا وله الكمال في ذلك زي الرزق ربنا سبحانه وتعالى قال وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال سبحان الله شوف الكلام بتاع الجفري ده والله إضامه ناغذ للقرآن وواضح الرزق ده أبو جهل قل من يرزقكم من السماوات والأرض أم من يملك السمع الآخر ربنا قال فسيقولون الله أبو جهل عارف إنه البرزق الله ده يحرف القرآن فارزقوهم منه أي فاعطوهم من هذا الرزق طيب ربنا قال الآية دي في اليتامة أو فإذا حضر القسمة وللقربة ديال أولو القربة نحن بنقسم في تركة جهل القربة حضروا ربنا قال فارزقوهم منه فارزقوهم منه يعني أمشي أخلق ليك أخلق ليك مال سواء كان غنم أو إبل أو سواء كان عقارات تمشي تخلقها إنت مما فيه وتمشي تديها لأولو القربة الحضروا ديال ده معنا الآية كده هل معنى الآية وإذا حضروا للقربة فارزقوهم معنى أنا بقوم بمشي بجيب لهم الرزق ولا معناها فاعطوهم معناها فاعطوهم زي ربنا سبحانه وتعالى قال فتبارك الله أحسن الخالقين في خالقين مع الله لكن ده من اتباع المتشابه عشان كده زول ده مبجوز الحضور له ياخل الرزق الرزق دعي نضل المشركين زمان كانوا عارفين أنه البرزقوهم الله النبي عليه الصلاة والسلام حكى قصة زيد بن عمر بن نفيل هذا ولد منه ولد منه معروف في الإسلام سعيد بن زيد سعيد بن زيد يطلع شنو من العشر المبشرين ولد أخوه منه عمر بن الخطاب زيد بن عمر بن نفيل وعمر بن الخطاب ها ابن منه ها ابن نفيل مش هو عمر بن الخطاب عمر بن نفيل أو زيد بن عمر بن نفيل كان من القلائل من أهل مكة الذين تركوا الشرك بالله والحديث تحكيه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت كان زيد وتحكي الكلام عن نبي صلى الله عليه وسلم قال أدركت زيد وهو متكئ على ظهر الكعبة وهو يقول يا معشر قريش ما بقي على دين إبراهيم أحد منكم غيري ثم يقول الشات خلقها الله وأنبت لها الكلأ تذبحونها لغير الله قال له منتو الغنما يدي ربنا خلقه وأنبت لها الكل المرعة ده لما انتجي تطبحها تقولوا دي للات ده شغل ناس الجفري الآن زي ما عندنا مثل بيقول الخيل تجقلب والشكر شنو ليه حماد؟ يعني دار تغنعنا أنتو دار تغنعنا يا الجفري إن الأولي يبتعنك ديل بيرزقه فكون ربنا سبحانه وتعالى نسب نسب الرزق لبعض عبادي هذا المقصود بالرزق هنا المقصود به العطاء ما المقصود بالرزق هنا؟ إنهم بيجيبوا لهم فيكتب له أجله ورزقه وعمله وشقينا وسعيد هل بيملكوا لنا ديل؟ ربنا قالوا وفي السماء رزقكم وما توعدون فدازل بيلعب بيتبع المتشابه وده ما بيجوز يعني الالتفات له هل يجوز أن تلقي الفتاة التحية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الرجل نعم بيجوز مع أنه المالكية كريهوة سبحان الله نحن في السودان بنقول مالكية لكن المالكية كرهوا شنو؟ كرهوا حتى مجرد السلام المصافحة دي أصلا ما فيها خلاف ما فيها خلاف إلا بين أهل الضلال الترابي قال قال المصافحة ما فيها شيء تصافح المرأة الأجنبي النبس صلى الله عليه وسلم قال فيها حاجة البرعي برضو قال قال نحن ما نصافح لكن الشيوخ صافح لأن الشيخ قلبه لبن قال طيب انت قلبك لبن بالصافح قلبك لبن أكتر من الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما بصافح انت قلبك أبيض من النبس صلى الله عليه وسلم فبيجوز للمسلمة أن تنخي السلام على المسلمين تقول السلام عليكم بصوت غير فيه خضوع ما فيه وشكال ويكون عندها الدرجات لكن المشاهدة الآن دماء سلام فيه صراع وفي قلة أدب وفيه حاجات كثيرة هو لا أنبقة على السلام السلام إذا كان بالطريقة دي ما فيه حاجة السلام هو كلام مش مصافح لكن فيه تلقام يسلموا كيف انت وجيرانكم وجدادتكم والكلام الكثير ده ده حرام ده ما دير له كلام أو بيكونوا قاعدين خالطين ملصقين في بعض يقول لك مولانا المصافحة كيف كذا انتوا أبعدوا بعدك تعالوا أزالوا فداء إذا كان بهذه الطريقة ما فيش كان إن شاء الله نقف إن شاء الله إذا هذا الحد بارك الله فيكم السلام عليكم وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان